السلام عليكم الحادقات والحادقين اشخباركم كيف بقيتو هنين اليوم عندنا واحد جوش شهيوات راه هم شفتو هم غادي نقدم دجاج طنجية وغادي نديرو شوية ديال الفول مشرمل فهد الدجاج غصلتو ونقيتو ما ملحتوش غصلتو غير بالحامض لانا غادي نديرو الحامض مصير مالح بثاف ثافي وغادي نديرو في واحد الطنجرة غادي ندير عليه واحد نص حامضة مصيرة يعني اللي كتكون فيه الملحة مزين باش ما كننصبش بالملحة نهائين قدرت واحد مع القونص ديال الكامون يعني ما متحونش كامون حبوب واحد الراس كبير ديال التومة شوية ديال الزعفرال الحر ومع القاة كبيرة ديال السمن وزيت العود دائما في الاخير ان شاء الله ما غاديش نطيبها معاه ثافي كندير المال كافي لانا كيف ما كتعرفو الدجاج كي خرج الماء هذا ما غاديش نديرو دابا غادي نخليه من بعد حتى كي طيب الدجاج عادة تنزيت العود ما كنطيبوهاش وهيا غادي نخليه باش الدجاج كيتشرب هذي التوابيل كلها غادي نديرو المال قياس هنا غادي ندير واحد كاس انص ديال العنبا ديال الماء والعافية مهيلة يعني كأنها كتطيب عند الفرناتشي ثافي هذي هي التوابيل اللي كيحتحتاج لنا الطنجية ديال الدجاج وكيجي هائل صدقون يرا كيجي كيجي رائع الدجاج كيجي في واحد اللي لده وكيطيب على مهل كيطيب مزيان ولو يكون كبير هنا عندي الفول انا عندي غي الفول سورجولي قدرت عليه واحد ثلاثة المعالق ديال القصبور يعني بإمكان كتحنيه اولا تقطعيه رقيق انا كان عندي في الكونجيلاتور قطعها رقيق كندير واحد الاربعات ديال الدروس ديال التومة هنا عندي كيلو ديال الفول طرف ديال الحامض مصير مع القاديل التحميرة السودانية كتبقى اختيارية وشوية الكامون دائما الكامون قليل راس مع القصغيرة مع راس مع القصغيرة ديال السودانية سوف ندير له الما ديال والقياس حتى هو اللي طيب فيه حتى هو كيف ما كتشوفه راح كان في المجميد راح فيه شوية ديال الماء كنخليه طيب وكي ياخد الطياب هذا كيكون في المجميد كي ياخد الطياب مزيان الزويته دائما حتى الاخير كالعادة وزيت العود بعد ما طب الفول ديال النار ان يزد فيه الزيت وكي بغي الزيت مزيان سبحان الله يعني كوخه كتديري داك القياس اللي كتكون متعودة كتديريه احيانا كيتشرب ما كيتلعش الكليده انا زيته شوية يعني كندرت له هدك نص كاس وزيته دا بواحد شوية زي يتعود كي يجي لديد كي يجي غزال خاصة بالفول ديال البلاد درا غير الفول مجميد اه دجاج ديالنا هو غادي عادة طنجيا ما كنحلوش عليها ولكن هنا مضطرة باش نحل انني ما كنديروش في الكوكوط انا دجاج دائما كيف ما كنقول لكم وها كل شي ديالنا وجد بعد ما طب دجاج دوزيت العود وهو هذا دجاج ديالنا رائع تاكلوه بالصحة والرحة وجربوه وردو علي الخبار وهدي هي المريقة دياله كتجي لديده واللي غادي تصوني علاش كامون حبوب او كامون طحون الكامون اه يعني منلي كي يكون ما مطحونش كامون حبوب كتكون فيه واحد اللي دا هائلا منلي كي تطحن را كي يقول لي اعطينا شوية ديال المرورة فدائما انا في هذه الحالة هادو او في هذه الطواجن هادو كندير الكامون حبوب خاصة طنجية سافي ويمكن لك تزيني هلا بغتي تزيني هنغا فا يعني المعتاد ديالي ما كندير الوال والطنجية كنخليها على اصلها بالحامض دياله وصفي ولكن اليوم غادي ندير لها شوية ديال الزيتون سافي وهذا هو الجج ديالنا وهدي الوصفة نتمنى تعجبكم وتجربوها وتعليقكم ركا تهمني بزاف بزاف وتاكلوه بصحة والراحة ونتلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله اللي اعجبتكم لايكي وبرتاجي وهادو الطريقة راي ممكن اللي كديريها الدجاج ممكن اللي كديريها للحم ممكن اللي كديريها القنية ممكن اللي كديريها الهرقوما يمكن اللي كديريها لأي حاجة اي نوع ديال اللحوم بغتيت ديريها تنجية فيمكن لك وهذا هو الفول ديالنا المشرمل وما ألد الأطباق المغربية الديدة خاصة الأطباق الأصلية وشكرا لكم